سلام بحضراتكو وفتي بلس هنحاول في هذا الفيديو او هذه الحلقة المهمة جدا ان احنا نعرف ازاي نشتغل مع هذه الشركة الاكثر من رائعة هل نقدر نطلع منها مئة الف دولار ربح طيب هل انا طلعت لا ما طلعتش يعني انا مثلا عملت مثلا في خمس ايام تسعمية ستة واربعين دولار في اسبوع عملت الف دولار في حساب بخمسمة دولار سيبك من الخسارة الحالية اللي هو المتين دولار في خسارة كده حوالي متين دولار هيرجعوا تاني مفيش مشكلة تمام لكن انت لما تيجي تفكر انا اشتريت حساب بثلاثمين دولار لو قدرت ان انا اعمل ربح كل اسبوع الف دولار يبقى انا هعمل اربع تلاف هاخد مشاركة ارباح تمانين بالمئة اللي قد اعمل عشر بالمئة يبقى تسعين بالمئة تمانين بالمئة يعني تلات تلاف ومتين تخيل حساب تدفع فيه تلات مئة دولار يكون عائده تلات تلاف دولار مش تلات تلاف ومتين تلات تلاف دولار الف دولار كلام ده كلام خطير جدا لكن خلي بالك هل الموضوع سهل لا الموضوع لو انا قلتلك سهل انا برحك عليك تمام في حاجات ممكن توقعك اكتر حاجة توقعك مع هذه الشركة هو هذا المصطلح اللي هو total max draw down limit تمام اللي هو التراجع المتحرك ويظل متحركا حتى تحصل على نسبة عشر بالمئة في الحساب الفند تمام طيب طبعا انا خسران دلوقتي ماتين واحد وتلاتين دولار تمام داخل بقى يعني بفترة فخليلي بقى ايه اقول لك التركات الخاصة بايزي الشركة ونعمل مع بعض كده منظومة عمل او خريط الطريق تعال نشوف خلينا نتفق لي احنا مثلا اشترينا الحساب اللي هو الميت 1000 ده افضل حساب انا من وجه اقتصر المية والمتين هم افضل حسابات فيايزي الشركة 100 الف او تمام ده كده 100000 فانت اتراجع انت اتراجع كل 6 بالمئة تمام 6 بالمئة فانت هتعمل كده equal تضرب ده في ده يطلع لك ايه 6000 يبقى اتراجع لكل ده معك 6000 في هذا الحساب تمام مشكلة الشركة الرئيسية ان ال 6000 دول هيعودوا معاك لغاية ما تعمل ايه ال 10 بالمئة تمام انت عندك هنا ايه الربح المطلوب 10 بالمئة في التقييم تمام وتثبيت وحسف ونمو ومشاركة 10 بالمئة يعني ايه تثبيت يعني تثبيت التراجع يعني التراجع بدل مكان متحرك اصبح تراجعا سابتا ونفهم الكلام ده واحدة واحدة وحسف ايه حسف التراجع اليوم التراجع اليوم اللي هو 3 بالمئة ده تقدر تحزفه لو ساعتك وصلت لايه وصلت لل 10 بالمئة شوف فوائد عمل 10 بالمئة في الحساب فوائد كتيرة جدا مجرد ان انت في الحساب الفندت عملت 10 بالمئة هيثبت لك التراجع تمام يعني ايه سبت لك التراجع يعني انت بقيت حسابك 100 الف كل اللي فوق فوق المئة الف ده اصبح هو التراجع بتاعك يعني عملت مثلا 20 الف دولار فال20 الف دولار دولار التراجعك اليومي والكلي تمام وايضا النمو مجرد انت تعمل 10 بالمئة تقدر تنمو بس النمو هنا مشكلة الشركة ان النمو هو مجرد زيادة للقوة الشرائية وليس نموا حقيقيا يعني لما تنمو من 100 الف الى 200 الف لأ مجرد انت هتزود لطات يبقى معاك الرفعة الرفعة طبعا 31 فهيزيدك من القوة الشرائية تمام ومشاركة مشاركة الارباح هتزبح 90 بالمئة هو ده اللي انا عاوزه انا مش عاوز النمو مش عاوز تمام انا عاوز ان ايه مشاركة الارباح تبقى ايه 90 بالمئة طيب تمشيها ازاي يعني تعمل الاكاونت بتاعك وتمشي ازاي اول حاجة والميزة الاساسية في هذه الشركة اللي جعلت اكتر من 100 صديق معانا في القناة يدخلوا هذه الشركة ويجربوها انه لا تجد مد وضع تحت هذه الجملة الف خط تمام مفيش مد مفيش ضغط عصبي عليك فانت تقدر تشتغل بقريحية كبيرة جد طيب ايه اللي ممكن يوقعك في هذه الشركة ما هو برضو مش كل شركة سهلة اوي كده لا التراجع كل ده ممكن يوقعك يوقعك ازاي هقولك يوقعك ازاي لانه عمل لك 6000 تمام في حساب المئة الف ده عمل لك 6000 تراجع كل من ايه من الاكوتي اللي هي حقوق الملكية تمام باللغات العربية الفصحة هي حقوق الملكية اعلى اكوتي او اعلى حقوق ملكية وصل اليها الحساب كلام ده في غاية الخطورة مركز اوي معايا يعني ايه الكلام ده تخيل كده لو علي يوسف راح داخل قال ايه انا خلاص انا هدخل يا جماعة 30 عقد في الداو دخلت 30 عقد في الداو كل نقطة في الداو بكام بـ 30 دولار تمام وقلت خلاص انا الحساب اللي هو الميت الف ده مجرد اللي انا عملت كام انا عايز كام عايز 10 تلاف ادي 10 تلاف اهو التارجت صح فهقسم بقى اقول والله ادي اهو 10 تلاف خلينا بقى على 30 انا خليها 50 انا خليها 50 عقد خليها اي خليها 50 عقد او 40 عقد تمام فانا بالنسبة لي دخلت 40 عقد في الداو فانا محتاج اي محتاج 250 بيب وخلاص يا بيه انا عملت 10 تلاف بتوعك فهمت طيب نفترض ان فعلا ربنا قرامني وعشان انا ابن حلال ومرزق ف الميتين وخمسين اتعاملوا بس الميتين وخمسين دولار اتعاملوا وانا نايم فهمت وانا نايم اتعاملوا وصحيت واول ما صحيت وكأن خبر جوهري حدث على الداو جونس فهبط ايه هبط 500 بيب تمام هبط 500 بيب او 300 بيب اي ان كان يعني معنى صح انا دخلت مثلا عن 33 500 تمام دخلت باربعين عقد اه عزرا اه باربعين عقد وعايز مثله 50 بيب فصعد صعد معايا فلما صعد معايا 250 بيب اصبح رصيدي كام اصبح رصيدي هو هنا بقى 33 كام 33 750 اللي هو 250 اللي هم راحوا اول ما طلع للنقطة ديت انا رصيدي اصبح كام بالزبط كده اصبح رصيدي 110 يعني انا حققت التارجت لكن انا نايم علي يوسف نايم يعني حد صحي طيب صحيت من النوم صحيبنا ده بعد ما كان كذبان اه 110 دولت وراح نازل لايه لتلاتة وتلاتين الف وخمسمائة تمام فنزل اللي كان لمئة الف مبروك علي يوسف خسر الحساب فهمتها علي يوسف عمل صفقة باربعين آآ نقطة هو تمام باربعين النقطة باربعين دولار فطلعت معاهم 52 نقطة يعني 10 الاف وهو نايم لو كان صحي واغلق وصكر الحساب كان خلاص مبروك الحساب بقى فندت لكن هو طبعا عشان انسان كسول فصحي وكان السعر رجع لنفس النقطة اللي هو دخلها فبعد ما كان كذبان 10 الاف دولار هو رجع لنقطة السفر والله انا مقصرتكم حاجة يا جماعة ده انا رجعت لنقطة السفر وانا قصرتكم حاجة قالك لأ انت ضيعت علينا فرصة هو احنا بدي لك حساب تجريبي ده احنا بدي لك حساب حقيقي ضيعت علينا فرصة ب10 تلاف دولار يلا اخرج من هنا مش عاوزينك تمام خلال صندك صرت ل10 تلاف دولار لذلك هذه الشركة لا تصلح اطلاقا انك تعمل الكلام ده على ايه علي يوسف هنا اقطع خطأ اين الخطأ الاول اللي هو دخل بلوت كبير تمام ده الخطأ الاول لعلي يوسف الخطأ التاني انه هو دخل على الداو جونز تمام داو جونز مؤشر ممكن يصعد معاك الف بيب ويهبط الف بيب في بضعة ساعات بل بضعة دقائق مؤشر فولاتيلتي الخاص به عالي جدا الخطأ التالت انه عمل الصفقة ونام تلت اخطاء ارتكبها علي يوسف وبالتالي يصطحك عقوبة الاعدام يعني خلاص انتهى الامر تمام يبقى ثلاث اخطاء دولت انا وقعت فيهم طيب عايز الموضوع يتم على خير عايز اكمل الاكون دا مش بتاع دو جونز فاهمها دا مش بتاع دو جونز ولا بتاع دهب لو ناوي تشتغل دهب او دا جونز خلي بالك من النقطة دا التقلبات العنيفة لانه ممكن يطلع لنقطة وتكون رابح فيها يكسب لعشر تلاف دولار وفجأة يرجع لنقطة التعادل فخلاص انتهى الامر هو بالنسباله الاكوتي النظام الالي اللي في الشركة ارى ان انت كسبت في الاكوتي عشر تلاف دولار وبعد كده رجعت لنقطة الصفر خلاص هيسكل لك حسابك فهمت لكن تعال بقى نشوف يبقى ده المثال الاول خلينا المثال بقى التاني تمام علي يوسف مثلا دخل ب اتنين دولار هنقول مثلا دي اتنين دولار في اليورو دولار تمام ودخل بايع عن مثلا عند عشرة تلتمين ربنا كرم وما تعرف حصل ايه خبر جوهري ان انا نايم وبايع لليورو دولار فهتلاقي راح رايح لعشرة ربعمية وخمسين طلع كام مية وخمسين بيب خسر علي يوسف ادي ايه مية وخمسين في اتنين بتلتمين دولار هل علي يوسف في هذه الحالة خسر حسابه لا مخسر ده علي يوسف صحي لعشرة ربعمية وخمسين فتقمص دور البنك المركز الاوروبي ورح بايع تاني باربعة دولار تمام وقال لك يلا انا كده انا خسران تلتمين دولار انا تراجع ست الاف دولار كلي وثلاث تلاف دولار فانا هنا هعمل مضاعفة والشركة بتسمح بالمضاعفة تمام لو عايز يشتغل يعني باسطوب المضاعفة تمام ومجموع الصفقات ديت في النهاية انا يعني عاوز اكسب في النهاية مثلا 500 دولار 1000 دولار لو تراجع اليورو دولار لل103 او ال102 او ال101 فهشوف تمام فهنا العمل على اليورو دولار العمل على الدولار الكندي العمل على نيوزلاند دولار العمل على الاصطرال دولار كل هذه الازواج لا تؤدي الى فشل الحساب تمام طيب اشتغل ازاي بحجم الحساب اللي هو الـ 100000 اقول لك طريقة سهلة جد تمام لما تيجي تشتغل هتختار مثلا زوج عملة فخلي كل زوج عملة مثلا تدخل فيه باربعين سنت او بعشرين سنت يعني لما تدخل زوج عملة ادخل فيه بعشرين سنت علشان تعرف تعمل مضاعفات تمام وعشان تعمل مثلا لو شراء تراقومي او بايع تراقومي تعرف تعمل المنظومة ديت مفيش اي مشكلة ليه انا بقول لك بعشرين سنت انا افترض ان انت دخلت بسا ادي دي عشرين سنت بس انت في الاكسل هتعملها كده دي عشرين سنت تمام لو الزوج عكس عليك اه متين بيب فانت خسرت ادي ايه هو ده خسرت اه اربعين دولار تمام فتقدر تنام اه تقدر تنام وانت برتاح طيب المنظومة دي تقدر تعملي بقى تقدر تشتغل في الازواج اللي انت عاوزها الازواج اللي انت عاوزها يعني تعمل الصفقة وتعمل الستوب بتاعك متين تمام فانت لما ديك تخسر هتخسر اربعين دولار وتسيب بقى الزوج ده وتدخل زوج اخر وزوج تالت وزوج رابع تقدر تدخل كام زوج تمام تقدر تدخل مثلا ست ازواج هل الست ازواج هيخصاروك طبعا لو ست ازواج خصاروك هيخصاروك كام 2400 اه اوزها 240 دولار 240 دولار لو انت دخلت ست ازواج والست ازواج تحليلك كان فاشل فانت هتخسر 240 دولار في هذه المنظومة تمام دخلت ست ازواج وخسرت 240 بعد كده تقدر بقى ايه بدل ما انت كنت داخل بـ 20 سنت ممكن تدخل بـ 40 سنت تعمل مضاعفة او بـ 30 سنت على حسب الطريقة اللي انت تقدر تشتغلها الطريقة دي فيها هدوء اعصاب طول ما صفقاتك قليلة كل ما عقودك تكون قليلة كل ما تعرف تكسب كل ما تعرف تترك الصفقات يعني احنا كنا بنشوف ناس ممكن يكون داخل مثلا على الباوند ين انا واحد من الناس كنت داخل على الباوند ين كنت داخله في حسابين والله في شركات التمويل حساب كنت داخله بعقد ستندر عندي 171 انت متخيل دي اعلى نقطة وصلها الباوند ين داخل بعقد ستندر يا دوب الباوند ين كده هزني تلاعب معايا وراح رايح لـ 171 مش عارف 20 خفت ترعبت لا مفيش بقى ولا تحليل رقم ولا اي حاجة ترعبت بواي خصرني الحساب مفيش حاجة تنفعني تمام فقفلت الصفقة على الجانب الاخر انا مقتنع بالصفقة فداخلها بواحد دولار في حساب تاني وعمل له اقاف خصارة 200 بيب تمام فجأت بعد كام يوم كده بفتح الحساب لقيته في ربح 500 دولار جم منين الـ 500 دولار ايه ده ده الباوند ين 166 ايه ده ده نفاتح بواحد دولار معقول الكلام ده ده لحساب التاني قسرت فيه 200 دولار وكنت فاتح عقد ستاندر اه اصلا انت كنت فاتح عقد كبير فخفت لكن عقدك الصغير قدرت اللي انت تحتفظ به وتربح 500 دولار تخيل لو قدرت تعمل المنظومة دي في الحساب اللي هو 100000 انا بقول لك مجموعة من الافكار تمام بقول لك مجموعة من الافكار اللي انت تعمل ستوب لوس بعيد وتعمل عقد صغير تمام ما هي هي حاجتين لاما تعمل عقد كبير وتعمل ستوب قريب وفي حالة الفولاتيلت العالي هذه الطريقة مش هتشتغل معك مش هتشتغل معك هيدرب لك صفاقات كتير لازم تبقى عارف نسبة ربحك قد ايه وانت مفروض تدخل بقد ايه وايه الاستراتيجية يعني كل الاحصائيات الخاصة باستراتيجية بتاعتك تكون عارفة وملم بيها تمام طيب ما تستعجلش نفسك يعني مثلا انا واحد يقول لك ايه انا دلوقتي الحساب اللي هو المية الف ده هيقعد معايا قد ايه علشان هو طالب مني عشرة بالمائة ثم عشرة بالمائة يعني انت مطلوب منك عشرة تناف ثم عشرة تناف يعني مطلوب منك عشرين الف تمام ايه دي مطلوب منك عشرين الف خلينا بقى في الكلام العملي تمام انت مفروض اللي انت فوق الستة lafa تسحب يعني اللاربع تلاف الل اللي فوق الستة lafa دولار تسحب منهم كام قاة دين كل زotive تمام ل líك اللي انت الحق اللي انت تقول لهم يا شركة انا عايز منكم دلوقتي كام اهم دا السيناريو الاول اللي انا عملت العشرة الاولى والعشرة التانية اللي فوق الستة انا اخذت اللاربع انا اريد اموال خالص. انا اريد اوصل معكم انتم ايه في 20 الف 30 الف زيادة. انا اريد اعمل ايه. انا اريد اعمل 30 الف. عشرة هنا. خلاص عبداني التقييم. وهنا 20. ليه 20. ليه انا بقول 20. هقولك ليه. هقولك الفلسفة من خاصة. لما تترك 20 ادي 20 الف. تمام. وطلبت ايه. طلبت تثبيت. تمام. تثبيت ايه. تثبيت التراجع. يعني العشرين الف اللي فوق المية دولت. تمام. دول بقوا هم دول التراجع. الخاص بيه. التراجع يومي وتراجع كلي. معايا 20 الف دولار تراجع يومي وكلي. تمام. حزفت طبعا التراجع اليومي اهو. تمام. ليه انا احزف التراجع اليومي لعملت 10 بالمئة. وليه النمو مش عاوز النمو. وليه مشاركة. ان هي اللي بعد كده. اللي بعد العشرة بالمئة ديت. تمام. ليه 90 بالمئة. تمام. بس لازم اسحب. فانا اسحب وبعد كده اطرق. يعني اسحب جزء كده بسيط. عشان اسحبه ب80 بالمئة. اسحب كده 2000. او 1000. 1000 دولار. فهم. عشان ايه. السحبة الاولى ديت. هتتحسب لك كم؟ 80 بالمئة. خليك بقى عبقاري. فهم. لما تسحب السحبة الاولى اسحب ايه. مبلغ بسيط. 1000 دولار. هي يعطيك ايه. 800 دولار. السحبة التانية 90 بالمئة. فهم. انت عملت العشرة بالمئة. فانت لما تعمل العشرين. كل اسبوع. مش اقولك كل شهر. كل اسبوع انت هتعرف تعمل معام عشر تلاف دولار. خمس تلاف دولار. عشرين ألف دولار. يا سيدي كل شهر. لو عرفت تعمل اا اا عشرين ألف دولار ادي عشرين ألف دولار. تمام؟ فانت بتتكلم في ثسعين بالمئة ادي عشرين في ثسعين بالمئة. انت عملت كم? انت عملت 48 ألف دولار. في حساب انت مشتريه بعد قبول الخصم بالربعمية وخمسين دولار انت متخيلها؟ بس المسألة في الاول صعبة ليست سهلة يعني مش اي حد يعملها حيث التراجع الكل دي خلي بالك منها قوي والعمال اجيب لك التركات الخاصة بيها قلت لك ممكن لانهم يحسبوا على الايكوتي المهم اللي انت عينك على الايكوتي وصل لايه؟ حسابك وصل اعلى نقطة ليه ايه؟ بحيث الست الاف دولار انت ما تخسرهمش التراجع اليومي خليك عارف ايه هو معروف التراجع اليومي كان احدى الاصدقاء سألني هل كل يوم بيتم البداية اليوم بيحسبه 3000 اه من اغلاق اليوم السابق بيحسب لك 3000 الخاصة بهذا اليوم تمام؟ والتراجع اليومي كل ما تعمل ربح في هذا اليوم بيزيد من التراجع اليومي تمام؟ بيزيد لغاية ايه؟ لغاية ما يصل للتراجع الكل يعني انت حققت ربح 3000 دولار فيزود لك التراجع اليومي يبقى 6000 بحيث اللي هو التراجع اليومي في هذا اليوم يبقى هو ايه؟ 6000 تمام؟ لغاية ما ربنا يكرمك وتحذف التراجع اليومي اللعبة يا سيدة يا كرام في هذه الشركة هو انك تحذف التراجع اليومي وتعمل المغزن الكيمة ده ليه؟ انا بقى وهولك بقى الفكر الخاص بيه؟ هاعد اشتغل في الشركة دي سنة كاملة تمام؟ وكل ما يجيس حب هخلي مثلا 5000 دولار يعني ربنا يكرمني بـ 20 ألف ليه اسحب الـ 20 ألف؟ ما خلي خمسة اسحب خمسة تمام؟ ايه دي الخمسة هسحبهم وهخلي ايه؟ وهخلي خمسة تمام؟ بحيث ان الخمسة دولار هاخد منهم 13 ألف وخمسوية العشرين دولار بقى هيضاف لهم خمس تلاف اصبح تراجعي لكل كام؟ 25 ألف لو كل شهر هزوت خمس تلاف بحيث ان انا ايه؟ وممكن لو شهر عملت بقى ترجة عالي قوي عملتلي 100 ألف دولار إن شاء الله أو 80 ألف دولار ممكن اترك 20 ألف دولار أو 30 ألف دولار مش عاوزهم خليهم في التراجع الكل يزودولي التراجع الكل أنا عايز اوصل كعالي يوسف إن التراجع الكل عندي يبقى 50 ألف دولار متخيل؟ لأننا لما يكون التراجع الكل معايا 50 ألف دولار هيخليني بقى اعرف في وقتها أشتغل بقى على الدور جنس وأشتغل على الدهب وأشتغل على أي حاجة أنا عاوزها ده التراجع معايا جماعة 50 ألف دولار انت هتخصرني ازاي؟ فاهم؟ انت هتعرف تخصرني ازاي؟ ده معايا تراجع كلي ويومي 50 ألف دولار فهتعرف من خلال هذه المنظومة تعمل مليون دولار تعمل مليون دولار؟ آه تعمل مليون دولار بس عشان تبني هذه المنظومة هتاخد معاك وقت لن يقل أبدا عن 6 أشهر عشان توصل تراجعه 50 ألف بس هتكون سحبت انت عمل تسحب بس معاك أصبح معاك تراجع 50 ألف وممكن في واحد يقولك إيه يسرح بخياله بقى يقولك لأنا عايز التراجع عندي كلي يبقى بيتن ألف ليه يا عم؟ انت عايز تراجع كل يبقى 100 ألف انت هتعمل إيه في الشركة؟ يعني كلي تراجع معقول برضو يعني 50 ألف المية ألف دي انت هتعمل إيه؟ هي 50 ألف دولار آه كويسين جدا للعمل العمل بقى رياحية ومفيش مدة ومفيش أي حاجة وعندك أكتر من حساب ميزة الشركة ان انت يبقى عندك أكتر من حساب تمام؟ طبعا تعمل حسابات كتير يعني اعمل بقى حسابات كتير ليه؟ هتفرق معاك في الوقت؟ آه تفرق معاك في الوقت دي معنى إيه؟ أنا أعملت حساب بـ 100 ألف تمام؟ أعمل بقى 3 حسابات لو أعرف أعمل 3 حسابات كل حساب بـ 100 ألف تمام؟ بحس بقى معايا 4 حسابات مفيش أي مشكلة لأن الشركة بتقولك إيه؟ لما يكون معاك حسابين كل حساب بـ 100 ألف فاندد هي بتدمجهم يبقى حساب بـ 200 ألف تمام؟ فأنت لما تدخل الشركة دي تباربع حسابات مرة واحدة وتشتغل عليهم متاح لك إن انت تشتغل على أربع حسابات كل حساب بـ 100 مفيش أي مشكلة المهم اللي هما لما يبقوا فاندد هيدمجهم لك في حسابين كل حساب بـ 200 تمام؟ هتفرق معاك؟ طبعا تفرق معاك كتير تفرق معاك في الوقت تمام؟ بحسب أنت كده معاك حسابين كل حساب بـ 200 هتعرف تعمل منهم مصاري جيدة للغاية طيب أقولك بقى الفكر بقى الخاص بي يعني أنت معاك حسابين كل حساب بـ 200 في حساب بـ 200 أنت ممكن إيه؟ تاخد كل المصاري اللي موجودة فيه كل الفلوس اللي أنت عملتها فيه مثلا حساب ربنا كرمك فيه وتشتغل بقى هاي ريسك فيه فاهم؟ يعني عملت إيه؟ عملت 20 ألف ترجع كلي أو 30 ألف شتغل بقى هاي ريسك ووصلت مثلا أنت عملت فيه 100 ألف دلار تمام؟ 100 ألف دلار بس معاك إيه؟ مشاركة الأرباح بتاعتك 90 فأنت هتحصل على كام؟ على 90 ألف دلار فاهم؟ فيقولك لو سحبت 90 ألف دلار هسكر لك الحساب سكر يا سيد الحساب سكر يا حبيبي الحساب مش عاوزوا أنا أخبت 90 ألف دلار تمام؟ وأبدأ من جديد في حساب بـ 200 ألف جديد آه أبدأ من جديد إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ تمام؟ بس هعمل لي بقى هبدأ بحسابين مش بحساب ليه؟ هو بيتيح لي أن أنا يبقى عندي 2 فاندد بـ 200 لكن التقييمات ممكن أدخل التقييمات زي ما أنا عاوز المهم أنهم يبقوا 2 بس اللي بـ 200 ألف بحيث أول ما وصل ويبقى معايا الـ 2 فاندد ألعب على واحد يكون هاي ريسك بحيث أعمل 100 ألف 50 ألف تمام؟ وأول ما ربنا يكريمني هو أكسب 50 ألف خلاص أسكره ومعايا واحد تاني في التقييم تمام؟ يكون جاهز ويبقى جديد وهكذا فإحنا وقعنا على كنز آه وقعنا على كنز بس لازم نفهمه لازم نفهمه ونشتغل واحدة واحدة في أكتر من طريقة في أكتر من طريقة إما إنك زي ما قلت لك تشتغل على أزواج متعددة وكل زوج تبقى عمله بـ 20 سنت وبـ 10 سنت وبـ 30 سنت طريقة ممكن يقولك إيه ده التداول السازج بيسموه في العالم ده التداول السازج التداول السازج ده بيوصلك لكن ممكن المدة تكون طويلة مش مشكلة بس هتوصل هتعمل ربح هتعمل ربح يعني ممكن الرجل اللي بيشتغل بالتداول السازج ده لو أخذ حساب بـ 100 ألف ممكن يطلع منه مثلا في السنة 30 ألف دولار في السنة 30 ألف دولار أغلبنا يقولك لا مش موافقة أنا عايز أعمل 30 ألف دولار في أسبوع لكن الراجل اللي هو شغال بقى وعارف الدنيا يقولك وماله طب ما عملها فهم دي حاجة مضمونة حاجة في إيدي وبدل ما أعمل حساب واحد بنظرية التداول السازج لأن أعمل 3 حسابات 4 حسابات وممكن أعمل منظومة متكملة في شركات التمويل ما هي إحنا فكرتنا كلها ليست متعلقة بـ FT بلس أنا أقولت لك FT بلس هتسحب منها يعني عملت 90 ألف دولار تمام وعملت هتسحب منها 10 ألف وخمس ألف ما أنت أكيد هتدخل في TFT وهتدخل في E8 وهتدخل في FTMO وغيرهم من الشركات الأكثر من رائعة تمام يعني هتدخل بقى منظومة متكملة وكل شركة تدخل فيها في حساب واثنين وثلاثة تلاقي نفسك عندك 15 حساب 12 حساب 13 حساب أي أن كان إن شاء الله يكونوا 8 حسابات 6 حسابات لو كل حساب بيطلع لك 5 تلاف بيئة 10 تلاف بيئة خلاص انتهى الأمر تمام طيب ليه أنا بشرح الكلام ده وليه أنا عمال أعمل طيب أنا لو وصلت للمنظومة ديت هل يتم تسكير القناة يعني لو أنا علي يوسف كده ربنا قرمني وكسبت 90 ألف دلار هل أنتم من رأيكم أغلق القناة لأ القناة دي الوحيدة اللي الواحد ما يقدرش يغلقها ليه لأنا بعملها النفسي قبل ما أكون بعملها للراجل اللي بيشاهدني أنا بعملها النفسي بفكر نفسي بالقواعد ما هي أكتر من شرك وأنا عايزة فتكر القواعدات فأعمل الفيديو النفسي تمام والله أحد الأصدقاء شاهدوا فيش مشكلة وفي نفس الوقت بتعمل خير تمام إيه اللي أنا خسرانه فعهم إيه اللي أنا خسران في الحكاية وربنا يرزقني طالما أنت بتفتح باب رزق للآخرين فربنا يرزقك لكن البعض يقول لك يا أخي طب خلاص طالما أنت بقى عملت المنظومة ديت وداخل فيها وربنا هيكرمت به ملايين الدولارات طب خلاص ما تقولهاش لحد طب ما قالهاش لحد ليه ما قولهاش لحد ليه يعني هل هو مثلا لو ربح أنا هحكد عليه مثلا هقول يا إيه ده ليه أنا قلتله ليه يا عم ربنا يرزق الجميع من فنه ده رزق ربنا رزق ربنا لو هو يعني لو ربنا رزقه بمال ممكن ربنا يعني مش ممكن ده أكيد ربنا هيرزقني بحاجة أعلى ممكن يرزقني بمزيد من العلم يرزقني مش عارف حاجات كتير رزق ربنا واسع فهم فطول ما انت يعني بتعمل حاجة فيها خير وفيها سواب نشر العلم وعايز الناس ربنا يكرمها ايه المنع ايه المنع ان القناة تستمر حتى لو معايا ملايين الدولارات تمام هيكون عندك وقت يا سيدي فيها ايه هقولك ليه بقى أول حاجة تكون مرجع أنا عايز القناة تكون مرجع لكل مواطن عربي واحنا الحمد لله بدأنا ان القناة تكون متفردة فيها العديد من الفيديوهات المفيدة اللي تفيد الناس مش قناة بتقول اي كلام وخلاص لأ حاجة مفيدة بنغوص في اعماق شركات التمويل ومش معنى ان انا واخد منها اي بي واقولك ادخل على اللينك ومش عارف ايه وبتاع عشان انا استفيد بالعمولة ان انا ادبسك في الشركة لأ لازم اقولك عيوبها ومزيها زي ما احنا حكينا النهاردة في الشركة بتلك عيوبها ايه اتراجع كل ده ممكن يوقعك ده في الغالب ممكن يوقعك يعني خصوصا في الحسابات الصغيرة فعينك عليه قوي تمام لكن الشركة مجدية مجدية قوي مجدية جدا انا فرحان بيها يعني انت انا فرحان فعلا بيها فان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا من فضو ان شاء الله نعمل حاجة كويسة وهتلاقيني على طول بحدسلك الشركات وبقولك والله الشركة دي تقدر تشتغل فيها ازاي ظروفها عاملة ازاي شروطها اثبتات السحب في حاجات كيفية السحب هنعملها بالتفصيل فربنا يكرم الجميع من فضو ما تنساش لايك وشير واحنا عاملين خصم على Ft Plus 10% هتلاقيها في الدسكريبشن بالاسفل شكرا جزيلا